مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في هذه الحلقة من برنامج وقول للناس حسنة والتي نتحدث فيها عن وسطية الأمة ونرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة العالم الجليل الشيخ الدكتور عبدالله درويش من علماء الأوقاف أهلا بك أستاذنا أهلا وسهلا ومرحبا بارك الله فيكم مشاهدين الكرام قال ربنا في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا فالأمة الإسلامية أمة وسطية وسطية في كل شيء لا إصراف ولا تبزير أمة وسطية تعدل في كل شيء أمة وسطية لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للناس يدعوهم بالحق فعلينا أن نسير على نهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن نكون وسطا في كل شيء والإسلام أمر أتباعه بالوسطية والإسلامية في كل شيء الله وإياكم من الوسطيين وجعل مصر واحة للأمن والأمان وسدد الله خطى القائمين عليها فضلت دكتور عبد الله يعني الأمة الإسلامية أمة وسطية كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وكما أرشادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحدث القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عن وسطية الأمة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى وبعد الله عز وجل يقول في كتابه وكذلك جعلناكم أمة وسطة نعم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم معنى الوسطية في هذه الآية وفسره بالعدل قال وسطا أي عدلا ومن معاني الوسطية كذلك كما تفضلتم التوسط بين طرفين ذمين نعم فهذا معنى للوسطية وهذا معنى آخر نعم أما المعنى العدل وسط أي عدل فقد جاء في صحيح الإمام البخاري عندما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن مشهد من مشاهد يوم القيامة وهو مشهد سؤال الرسل عن تبليغهم الأمم رسالة الله سبحانه وتعالى والله عز وجل قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين نعم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم نعم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام يدعى أي يستدعى يوم القيامة فيقال له هل بلغت قومك أنت أرسلك الله عز وجل برسالة هل بلغت قومك وهنا وقف أنه إذا كان هذا يسأل فيه الرسل وهم خير خلق الله وأكرم الناس على الله عز وجل فكيف بمن تحمل أي مسؤولية غير ذلك يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية إذن سيدنا نوح يسأل هل بلغت قومك فيقول نعم يا رب وهو صادق صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم فيقال له ويسأل قومه هل بلغكم نوح فيقولون ما جاءنا من نذير ينكرون هذا يكذبون على الله عز وجل ويحسبون أن الكذب ربما نجاهم في الدنيا من بعض المواقف فيكذبون على الله يوم القيامة ويكذبون على الناس ويظنون أنهم سينجون من هذا اليوم بكذبهم والعياذ بالله يقولون ما أتانا من نذير نوح الذي لبث فيكم ألف سنة إلا خمسين عاما ما رأيتموه قط قالوا ما رأينا فيقال لنوح عليه السلام من يشهد لك يعني أنت تحتاج إلى شهود أنك بلغت هؤلاء فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم محمد يشهد لي أخي في النبوة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم يشهد لي أنني بلغت قومي وأمته كذلك تشهد فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأل هذه الأمة المباركة فنشهد أنه بلغ قومه الرسالة من أين علمنا ذلك ونحن لم نرى ذلك بأعيننا إن إخبار الله لنا في القرآن وإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام لنا في السنة الصحيحة كأننا رأينا رؤية عين فنشهد بما علمنا الله عز وجل وبما قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى فنقول يا ربي إنه قد بلغ قومه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة وقال صلى الله عليه وسلم هنا الوسط العدل أي أنتم أمة عدول تشهدون بالعدل على هذين المتخاصمين بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا هو المعنى الأول لمسألة الوسطية ومسألة الأمة الوسط المعنى الثاني هو الوسط كما عرفه أهل العلم الخيرية يعني أمة وسطة يعني أمة خيرة كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس ومن المعاني كذلك الوسطية وهو الوسط بين طرفين مذمومين كما ذكر أهل العلم إنما بعض المنحرفين يفهمون الوسطية على أنها عدم العدل يعني كان يقول أنني لو اخترت وسط هذا الأمر كأنني لم أحقق فيه المطلوب لا شوف هو يعني هناك أمور ينبغي أن يتحلى فيها الإنسان بالوسطية وهناك أمور لا تدخلها الوسطية أصلا يعني لو قلنا مثلا الصدق والكذب ما الوسط بينهما لا وسط لا بد أن يكون الإنسان صادقا نعم الإتقان والإهمال ما الوسط بينهما لا وسط لا بد أن يكون الإنسان متقنا وهكذا الصلاة بخشوع الصلاة بخشوع نعم وعدم الصلاة وعدم مثلا يعني إذا أديتها كأشكال وقيام وركوع وسجود دون خشوع هنا يحرص الإنسان على أن يؤدي الأمر كما ينبغي وأنه يلتزم بالأمر كما أمر الله سبحانه وتعالى واستخدم كما أمرت نعم لكن الوسطية لها مظاهر في هذه الأمة ومن أعظم مظاهر الوسطية في هذه الأمة الأخلاق يعني عندما يتحدثون مثلا عن الجود نعم الله أمرنا أن نكون منفقين وأن نكون أسخياء وأن نكون يعني في غاية الجود مع الناس العلماء يقولون الجود والسخاء وسط بين صفتين مذمومتين نعم الذي يوم الصفتين المذمومتين قالوا البخل والإسراف نعم ماذا كده نعم واحد بخيل لا ينفق حتى على أهلي ولا حتى على نفسه ويملك الآلاف والملايين لكنه بخيل والآخر مسرف مسرف ينفق فيما لا ينفع ويضيع أمواله وينفقها في الحرام وينفقها في الأمور التي حرم الله عز وجل هذا مسرف الإسلام كره هذا وكره هذا ولكنه أمر بأن يكون الإنسان وسطا بين هذين بأن ينفق أمواله في الحلال لا يكون بخيلا ولا يكون مسرفا ولذلك قال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا فهي حسنة بين سيئتين الصحابة رضي الله عنهم كان لهم حال مع الوسطية والاعتدال كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم مع الوسطية الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل من مظاهر هذا ما حدث بين سيدنا سلمان الفارسي وسيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه سيدنا أبو الدرداء كان رجلا عابدا زاهدا ورعا وكان مقبل على العبادة بشكل يعني قوي فكان يصوم النهار ويقوم الليل نهاره صائم ليله مصلي لله عز وجل ومجتهد جدا في العبادة لدرجة أن هذا الاجتهاد أداه إلى أن يهمل بعض الحقوق عليه فأهمل حق زوجته فالزوجة لما رأت نفسها يعني زوجها غير متفرغ لها غير مريد لها تركت نفسها فلما زار سيدنا سلمان سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه لاحظ أن زوجته سيدة أم الدرداء متبذلة متبذلة يعني غير مهتمة بنفسها تلبث ثيابا سيئة فقال سألها عن سر ذلك فقالت له أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا نهاره صائم وليله قائم نعم فوصلت الرسالة إلى سيدنا سلمان الفارسي الفقير الذي تعلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمل هنا الشكوى حتى من الزوجة شكوى مقنعة مؤدبة في كلمتين اثنتين وصلت من خلالها الرسالة وليس بإفشاء الأسرار وبغير ذلك من الشكوى كما يحدث من البعض من غير ما نجد مئة سطر في الواتساب ولا المسيح إلى آخره والشكاوى للأسف تنتشر على الصفحات وبعض الناس النهاردة لما يبقى مبسوط مع زوجته أو هي مبسوطة وفرحانين ينشر هذا على الصفحات ولما يكون في خلاف ينشر كذلك ويتصوره احنا في اسكندرية احنا في راسل بر الإنسان يحرص على استعين وعلى إنجاح الحوائج بالكتمان لا وقد يكون هناك فقير لا يستطيع أن يفعل مثل هذا فأكون سبب في جرح صدره وأنه ليس بوسعها أن يفعل ما فعلت أحسنت وفي المقابل بقى لما نختلف لتكن الخلافات في إطاة ضيق وليس على الصفحات هذه يعني هذا أمر لا يفعله عاقل فالسيدة أمو الدرداء وصلت الرسالة بهذه الكلمة فسيدنا سلمان الفريسي أراد أن يعلم صاحبه وأن ينصح لأخيه فقالوا قدم له أبو الدرداء الطعام في النهار كده حط له الغداء نعم وقال له كل أبو الدرداء رضي الله عنه صاحب البيت بيقول لسيدنا سلمان كل قال ما أنا بيأكل حتى تأكل قال إني صائم قال ما أنا بيأكل حتى تأكل أنت هذا صيام نافلة وأنا ضيفك فالإنسان إذا صام نافلة من حقه أن يستبره من حقه أن يقطع وإن كان الأولى أن يقطع لكن سيدنا سلمان الأولى أن يواصل لكن سيدنا سلمان أراد أن يبلغ له الرسالة أن هذا صوم نافلة فقال له ما أنا بيأكل حتى تأكل فأكل ثم جاء الليل فلما كان أول الليل أراد سيدنا أبو الدرداء أن يقوم الليل صلينا الفريضة صلينا العشاء وقدينا فريضة ربنا سبحانه وتعالى سيدنا سلمان الضيف أراد أن هو ينام فسيدنا أبو الدرداء أراد أن هو يقوم يتوضأ ليصلي في أول الليل فقال له سيدنا سلمان نم فنام فلما كان سلس الليل الأخير أراد سيدنا أبو الدرداء أن يقوم فقال له الآن نعم وقام سويا وقام الليلة أو ثلث الليل الأخير بعد أن نام قسطا من أو أخذ قسطا من الراحة ثم وصل سيدنا سلمان الرسالة لسيدنا أبي الدرداء وقال له يا أخي إن لربك عليك حق وإن لنفسك عليك حق وإن لزوجك عليك حق وإن لضيفك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه ثم خرج بعد ذلك إلى صلاة الصبح مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أقبل ليقص الأمر عليه وحكي له ما حدث قال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سلمان سلمان أوصل لك رسالة ولكل الأمة أنه لا تهاون بالفرائض وأن الفرائض لا عزر في تركها أما النوافل فخذ منها ما ينفعك وعليك بأداء الحقوق التي عليك والنوافل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد ويعني أتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني يعني أصوم بعض الأيام وأفطر بعضها هذه نوافل وأصلي بعض الليل وأرقد بعضه وآتي أهلي وهذا حلال لي ومن رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بعد عن الهدي المحمدي ويعني ترك سنته صلى الله عليه وسلم إذننا أستاذنا نذهب إلى فاصل ثم نستكمل الحديث مرة أخرى بعد الفاصل مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل ثم نعاود لحضراتكم مرة أخرى نستكمل الحديث مرة أخرى نجدد لحضراتكم التحية في هذه الحلقة من برنامج وقول للناس حسنة ونجدد الترحيبة بضيف هذه الحلقة فضيلة العالم الجليل الشيخ الدكتور عبد الله درويش من علماء الأوقاف أهل بك أستاذنا أهلا وسألا ونحن نتحدث عن الأمة الوسطية وأن أمة الإسلام أمة وسطية كما أمر القرآن الكريم وجاءت الأحاديث النبوية المطهرة كيف ترى حال المسلمين الآن مع هذه القضية الحمد لله أغلب الأمة على وسطية الإسلام ووسطية هذه الدعوة المباركة دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخير في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لكن هناك فرق قد تشز عن هذا المنهج النبوي المبارك فنرى تطرفاً تطرفاً بأنواعه يعني النبى عليه الصلاة والسلام لما كان مع الصحابة خط خطاً في الأرض مستقيماً ثم خط خطاً عن يمينه وخطوطاً عن يساره ثم تلى هذه الآية وأن هذا صراطه مستقيماً فاتبعوا نعم ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم عن سبيله عن سبيله إذا الإنسان اتبع غير سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضل عن سبيل الله عز وجل وعندنا نعين من التطرف تطرف بمعنى إنسان ترك وسطية الإسلام وسماحته وراح يكفر في خلق الله عز وجل يكفر من لا يستحق التكفير ويخرج على الناس بالسلاح ويسفك دماء الأبرياء هذا نوع من التطرف مذموم وهذا غلو في الدين وبعداً عن هذه الوسطين هناك نوع آخر من التطرف عكس هذا تماماً وهو التطرف البعد عن الدين جملة فترى إنساناً تاركاً لفرائض الله عز وجل هذا متطرف يعني ما معنى متطرف ترك هذه الوسطية وترك هذا الطريق وذهب إلى أبعد نقطة في الانحلال عن هذا الدين أو أن مرأة لا تلتزم بما أمره الله عز وجل به من الستر والحشمة والعفاف أو أن إنساناً يترك الدين جملة فيذهب إلى الإلحاد والمزاهب الباطلة والعياذ بالله هذان طرفان مذمومان والطرف المحمود هو في الوسط في الالتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى وهؤلاء الوسط هم الذين كان يقول فيهم سيدنا علي رضي الله عنه خير الناس النمط الأوسط نعم خير الناس النمط الأوسط يلحق بهم الخالي ويرجع إليهم الغالي نعم يعني الخالي الذي ليس عنده شيء ليس ملتزماً بالدين عندما يريد أن يتدين وأن يعبد الله عز وجل يأتي إلى هؤلاء الوسط والغالي لو عنده غلو في الدين لما يحب يعني يفيق إلى عقله ويرجع إلى الصواب ويرجع أيضاً إلى هؤلاء الوسط لكن دكتور عبد الله ونحن نتحدث عن وسطية الأمة العلماء لهم دور كبير في بيان أن الأمة الإسلامية أمة وسط نعم يعني كيف يكون دور العلماء في هذا وإضاح ذلك للناس يعني على العلماء مهمة التبليغ نعم كما بلغ سيدنا سلمان سيدنا أبا الدرداء رضي الله عنه وعلمه ونصحه وأخذ بيده إلى الطريق الصواب الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلماء أن يبلغوا الناس أنه هو يخذ بلك عز نفهم معنى معنى الوسطية لأن هؤلاء الذين انحلوا وتركوا فرائض الله عز وجل للأسف أحيانا تجدوا يتحجج بالوسطية يعني تقول له صلي يقولك يا أخي الدين يسر الدين وسط هذا ليس وسطا أنت عندما تترك فرائض الله وتتحلل من فرائض الله عز وجل وترتكب المعاصي هذه ليست وسطية هذا انحلال وبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى وهذا الآخر الذي تشدد عندما تسأل يقول لك أنا أطبق هذه الوسطية أبدا أنت لا تطبق هذا بتكفير خلق الله الذين لا يستحقون التكفير ولا بسفك دماء المسلمين ولكن عليك أن تسمع إلى صوت العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله إذن فعلى العلماء أن يبلغوا على العلماء أن يبينوا معنى الوسطية على العلماء أن يبلغوا منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءوا الثلاثة الحديث المشهور اللي كلنا حفظينه واحد قال أنا أصوم ولا أفطر والتاني قال أنا أصلي ولا أرقد الثالث الآن لا أتزوج فالنبع عليه الصلاة والسلام قال لا أنا أخشاكم لله وأتقاكم لا ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني علينا أن نبلغ الناس أن الوسط هو العدل أن يكون الإنسان عادلا في معاملته لأهله في معاملته لأولاده في معاملته مع زملائه في العمل في معاملته مع خلق الله عز وجل إذا تحل الإنسان بالعدل انطبقت عليه هذه الآية المباركة وصار من أهلها خصائص الأمة الوسطية في الإسلام هل لها خصائص نعم خصائص هذه الأمة هي أمة تحمل الخير للناس جميعا وتحمل الحب الخير للناس جميعا والمسلم يحب لغيره من الناس أن يذوقوا لذة الإيمان الذي ذاقه ولذلك يدعو الناس بالحسنة وبالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ويتركوا هدايتهم على الله عز وجل يعني تخيل حضرتك من ضمن المعالم الوسطية هنا أن الإنسان يبلغ ويترك الهداية على من؟ على الله سبحانه وتعالى لا يخش بالأسباب والنتائج عند الله أحسن حتلاقي برضو في المسألة دي والطرافين واحد بيقولك وبلغ لي أنا مش مسؤول عن هذا لا الدين النصيحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقولك بدل بعيد عن بيتي وبعد عن شخص خلاص أبدا دي سلبية نعم لا خليك إيجابي وأمر بالمعروف وإنها عن المنكر والدين النصيحة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب والتاني التاني بيقولك لا دنا ححملوا على الحق بغصب عنه وحضربوا الحد لا هذا ولا هذا وإنما منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الرسول إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطرة أنا أبلغ وأنصح وأؤدي الحق الذي علي وأترك الهداية على رب العالمين سبحانه وتعالى رسالة في نهاية هذه الحلقة إنصاف المرأة الوسطية في إنصاف المرأة نعم وعدم إجحاف حق المرأة ماذا نقول في الوسطية والاعتدال في حق المرأة ستجد أيضا هنا طرفين هتلاقي واحد بيحرم أخته من الميرس مع أنها شقيقة مع أنها شقيقة والتاني بيحرم ابنته من الميرس ويقولك لا يرس فقط الرجال تمام وهتلاقي واحد على النقيض تماما عكس اللي بيحرمها ده أقولك لا ده تاخد زيها زي الراجل تماما في الميرس يعني يريد أن يسلب المرأة حقها هذا الذي يحرمها يريد أن يسلبها حقها وهذا الذي يريد أن يسويها بالرجل لا يفهم ما معنى المساواة والعدل لا يقتضي المساواة وإنما العدل أن يعطى الإنسان على قدر ما ينفق وعلى قدر ما يحتاج فالإسلام الذي قال إن للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقرب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقرب مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا علمنا أنه للذكر مثل حظ الأنثيين لماذا؟ لأن هذا الذكر هو الذي مطالب بكثير من أشياء غير مطالبة بها الأنثى مطالب بدفع المهر مطالب بتأسيس بيت الزوجية مطالب بالإنفاق على هذه الزوجة وإن كانت تملك الملايين إلا أنه نفقتها في رقبته هو وليس في رقبتها فالعطاء على قدر المسئوليات وعلى قدر ما هو مطلوب الرجل مات وترك مليونا أو ترك نقول ثلاثة ملايين فأخذ الولد اثنين مليون وأخذت البنت مليونا هو من هذه الاثنين مليون اشترى البيت وأسس ودفع المهر وجعل ينفق وهي أخذت هذا المليون لم تنفق منه شيئا وإنما أخذته لنفسها فهذا الذي أعطي هذا المبلغ مطالب بنفقات ومسئوليات أكثر وهذا عدل الله سبحانه وتعالى الوسطية في ذلك أن نلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى شكرا فضلت الدكتور عبدالله درويش في هذه الحلقة في ختمها نتقدم لحضراتك بخالص شكر والتقدير على هذه المعلومات القيمة شكرا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله جعلنا الله وإيكم من الوسطيين وجعل مصر واحة للأمن والأمان وإيكم من الوسطيين وجعلنا